السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف ديري لبس عليكم هانيا أموركم زيانة أحوالكم طيبة نتمنىكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير ان شاء الله الفيديو دينا اليوم مختلف تماما عن المعتاد يعني ماشي كم تعودين مع بعضياتنا نكونوا في الكوزينة اليوم ان شاء الله سنخرجوا باش نكسيوا الكوزينة دينا انتهى الله في الكوزينة دينا ان شاء الله سنشروا لي حويجات جدا ونشروا ليها زليج وبما ان المطبخ ديالي دائما كتكونوا حضرين معايا فيه وانا حضرة معاكم قلت علش الله ما نخرج كومش معايا وديرو ضغيرة تاخدوا فيك رحتان ثومة وبطبيعة الحال قبل من يعني يستقر رأي ديالي انني ناخد زليج من هاد المحل درت شحال من محل ومحل عاد قررت انني ناخد زليج من هنا الاختيار ديالي في هاد ديال الزليج ان شاء الله سنشوفوه معايا كيف قتلكم نتقسم معاكم ان شاء الله لمراحل ديال تحضير المطبخ غادي نشوفو معايا النوع ديال الزليج ونقول لكم حتى الثمن ديالي اللي خديت وبنسبة الزليج رأي فيه اختيارات عديدة عديدة ما شاء الله دبراه ولا انواع كتحيرو كتحيرو فيها كيلي كيتباع بالميدر كيلي كيتباع بالحبة كي كل واحد او كيفاش انا النوع اللي اختاريت خديتو بالحبة يعني حبة وحده ان شاء الله غادي نشوفو معايا النوع اللي اختاريتو غادي نقول لكم ان شاء الله بالنسبة الثمن ديالو المحل هادا اللي خديت من نوع زليج مافيش غير زليج بوحديتو قاع كل ما يخص المطبخ يعني تجهيزات ديال المطبخ كلهم كينين فيه ما شاء الله اختيارات عديدة يا الواحد يسول ويدور ويقلب يا والله يسر لكل واحد الله يسر لكل واحد ان شاء الله اللي في نفسه شي حاجة اللي يحققها لي يا ربي انا يا مدر شي حاجة كبيرة وفي نفس الوقت شي حاجة لي هي بسيطة يعني غير ندروا بليسة فين نكونوا مع بعضياتنا وفين طيبوا مع بعضياتنا وفين يعني العوينة ترتاح هذا مكان شوفوا معي ما شاء الله المطابخ كيفاش دايرين يعني الشكل ديال المطابخ كيفاش دايرين غدي نشارك معكم ان شاء الله حتى النوع ديال القرانيت او اللي بالنسبة الارخامة اشمن نوع اخديت ونقول لكم حتى التمن ديالها اي لا بغيتوا سلسلة يعني باش نكمل معاكم ان شاء الله في هاد يعني في التجهيزات ديال المطبخ ديالي ما غديش نبخلع ليكم اي حاجة مشيت لها غدي نصورها معاكم ونقول لكم التمن وان شاء الله هنوصلوا عن الشكل النهائي والنتيجة النهائية ديال المطبخ انا يا بقيت كنناخد كل حاجة بوحدتها وكننقلب على كل حاجة يعني ما كنجيش ونشير كيف كنقوله منطقة لولا ولكن بنسبة لهذا النوع هذا او لهذا الشكل اللي كتشوفوا معي هادو اسميطات غير كنزوق بهم يعني اكسوس وارا بحل كيف كنقوله شي بروش فوق من الجلابة او لا شي موتيف اللي كي يزين لنا الزليج هادو بصراحة غاليين بزاف انا هدا هو النوع اللي شفتوا معي اللي في الدية هو اللي اختارت غدي نزين به ان شاء الله كنقول انا خديت الزليج وخديت طريف من هدا باش نشوفو وش غيت وتمعه او لا لا هدا هو المحل اللي تقديت منه بنسبة الاخوات اللي في المدينة ديال تمارا هدا هو المحل هدي هي مدينتي هدا هو المحل اللي تقديت منه وغدي نخلي لكم ان شاء الله الرقم ديالوها كي يفي او للكاخد فيزي ديالو رهام صورة غدي نخليها لكم ان شاء الله بالنسبة الناس ديال تمارا او سكان تمارا او مدينة الرباط هنيا هدا هو الشريع الرئيسي كين في مدينة تمارا للاسف انا النوع اللي اختاريت ولا اللي اعجبني يعني فيه واحد مربعة زوينين وفيه انواع الوان اللي هي باردة كيف كتعجبني ولكن هدا كي يكون تحت الطلاب يعني كي يجي على واحد خمستاشر يوم او لعشرين يوم لانه وماشي ديال المغرب النوع اللي اختاريت النوع ديال اسبانيا ما كيينش دابا حاليا وانا مضطرة انني نكمل اصلاحات ديال المطبخ ركما عارف الكوزينة هي كل شي ومنبقاش واقفة خصوصا انني رحلت وعد بديت كنصلح في الكوزينة المهما ان شاء الله نظروا عن للنوع اللي اختاريت ان شاء الله وانتمنى استمناوره منه تحت يكون لأخيرها بالامر في شكل النهائى ما شاء الله شوفوا معي الاختيارات متنوعة العين كتحير و ما شاء الله كيف قلت الخير موجود الخير موجود و كيف قلت لكم اخواتي لا بغيتو نكمل معكم سلسلة ديال تجهيز ديال المطبخ منزليج الارخام للنوع ديال الخشب اللي غادي نخدم به ان شاء الله غادي نتقاسمه معاكم غادي نتقا باش هكا تكون فكرة عند الاخوات او لا يعني البنات خصوصا انا اخترت واحد النوع اللي هو ساهل وتقام علي بصراحة كين واحد الفرق كبير في التمن اللي سولت من النول الدابا ان شاء الله واحتنا السيد اللي وجد لي كيصيب معي الكوزينة الاتمنة اللي كيدير مناسبة مناسبة بزاف ان شاء الله المهم نعطيكم فكرة باش هكا تاخدو بنسبة الليفيا يعني اللفابوفاش كنغسلو المعن بنسبة الروبيني اي حاجة بغيتوها ان شاء الله غادي نتقاسمها معاكم هكا باش تكون عندكم فكرة وغادي نرجعو المطبخ ديالنا او لا الكوزينة فين بديت انا الاصلاحات يعني بديت من اللول من صفر يعني هرس كل شي باش نوجد عادل انستالرسيون لان كل شي دابا على حسب هاد المطابخ العصرية يعني حتى الانستالرسيون ديال طو وديال ما هذا هو الرقم او لا الكاعد فيزيت ديال صاحب المحل ديال الزليج اللي خديت من عنده الزليج كيف قلت الانستالرسيون ديال طو ديال ما كل شي كي تبدل على حسب هاد المطابخ العصرية لاننا كنحتاجوا البريزات اللي كيكونوا منمر اه يعني الماكينة ديال صبين اه الماكينة ديال الغسل الماعن يعني الفرنو ديال طو كل شي كي تبدل اه روبيني دابا هاد النوع اللي ولا جديد او هاد اللي كنخدمو بيها او روبينيات تاهمياء روبيني ما كيكونش بحل لروبينيات العاديين غادي امقى هذا معاكم ان شاء الله دقة دقة حتى نوصل ان شاء الله لشكل نهائي ديال المطبخ ديالنا واي سؤال اي استفسار مرحبا والف مرحبا وغادي نتقسم معاكم ان شاء الله كيفاش اه 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 اتقامت علي الكوزينة اولى المطبخ بوحد تملي غادي امقلكم النص ديال تملي اه اللي كنت عرفت في الاول اولى اللي قالوا لي اي مثلا شركات انهم يوجدوا لي المطبخ كين واحد فرق كبير كبير نعطيكم فكرة كيفاش ممكن انكم اني تقتاصدو باش تصيبو كوزينة ديالكم زوينة وضروري ضروري من وجبة ديال الاغداء اولى اقتراح اني نتقسم معاكم ما نخرجوش بيدينا خاوين كيف كي نقولو على العموم المهم انا معاكم سواء اه فكرة او الا اقتراح انا حضرة معاكم هنا عندي كيمياء ديال الخضر عندي البطاطا عندي خيزو عندي جلبانة عندي اللوبياب طبعا جلبانة اذا كانت لقيتها ديالها ديروها ما كانش تصغنو عليها اه اه كنورش الكل بالملحة خصوصا دابحنا يا اوليدات ديالنا اه اه دخول مدرسي يعني كنحتاجوا اننا ندروا ليومشي واجبة اللي هي صحية كتعرفوا ان الصيف سالة وما شاء الله خلا من موراها الخير والبركة ديال الاخطاء اللي كنديروهم في الصيف يعني روخة كنكونو ملتزمين من كيجي الصيف كيجي العطلة ضروري احنا كنغلطو كنغلطو معا ولداتنا في في الاكل بطبيعة الحال هنا عندي البروكولي البروكولي كيف كتشوفوا معايا حييت له ذوك العريشات اللي كيكونوا فيها اولى الجوانب ودرتو غادي تسلق في ماء مملح ما كان كترش له طياب دياله غير واحد شوية اه كنديرو من جهة السفلة يعني ذاك العريش يكون في الماء باش هكا يبقى اطري وأهنا عندي مقلات يعني درت فيها شوي اه كنديرو ثومة هادي غادي سنشحر فيها اهopedى للوبيا وبالنسبة الخدرر هنfashioned غادي نرشليهم أفواً ملحة ودرتهم كيتفوره وهنا يا السوس لي غادي نخلاط بها الخدره الي تفورة عفواً كان عليه عندي القرعة الدائمة ما كان اصطغناش علها فيها شوي ديال ملحة اللبصار الخل شوي ديال موت Whis addition المايونيز ممكن ان تستغنوا عليه مليحة بزيرة وممكن تزيد معها حتى المايونيز زيت نباتية او لا تخلطوا ما بين زيت نباتية و زيت زيتون وهنا عندي العاصر العاصر تفاح هذا سلقته في الماء اضفت له معلقة كبيرة المركز الحامض ونضيف له مشروب غازي اي نوع مشروب غازي اللونه ابيض بحال هكا هو لنطحن هذا العاصر يعني باش يكون مع الوجبة الغداء ووليداتنا حبات التفاح القشرة الحامض قليل سكر وطريف سكين جبير ونجعله يغلق ويعود غير واحد شوية بطبيعة الحال مع الماء ومنين كي يطيب نطحنه مع هذا المشروب هذا هو العاصر يعني المشروب نخفو به ونجعله لكم رابط في صندوق الوصفة لو أريده الوصفة من الولة الاخير العاصر دينا هو واجد الخضر بعد ما تفورات البطاطا مع خيزه مع أجلبانة انضفت له هنا كمية العجائن نسلقتها على جنب وخليتها كيف قلت أخواتي هذا اختراح ممكن أنكم تقدموه الوليدات ديالكم يعني شي حاجة اللي هي صحية والعجائن كي بغيوها بزاف ديال الوليدات وحتحناية بنسبة الخضر ممكن تقطعوهم أقل من هكا يعني تقطعوهم صغورين شوية على هكا وأي نوع ديال العجائن توفر لكم نديره نخلط الخضر ديالي مع العجائن مع بعضيتهم ردوا البال أنا كم تسلقوه مش بزاف هنا عندي واحد الحباء ديال البصل بقطع رقيقة وشوية ديال الربيع اللي هو خليط بين قصبر ومعدنوس هنا ضفت لهم واحد العصية كي نقولوا عصية ديال سوريمي او لاجوج او لبطني هكا ديال سوريمي او لاجوج وضفت لهم علبة ديال طنا ممكن تكتفيوا بحاجة واحدة كي نسمو لهم هاد الخضر هادو وكننخلط الكل وعند القريعة ديالي ديال السوس فينيغاتة ديالنا كتكون واجدة ممكن انكم تخلطوا بها من البداية ممكن انكم تخلي واحدة كتفرغوها في طويسة اللي هتديروا الوليدات ديالكم كنصحوا الضوء بشوية ديال ملحة شوية ديال اللي بزار وانا بالنسبة لي هنا هذي كانت واجبة يعني بالنسبة لكم انا يذكرتكم انكم ممكن ديرهم اقتراح لوليدات المدرسة ضفت لها شوية او ماشي علبة شوية ديال الدراء المعلبة كتبقى اختيارية يلا بغيتو تضيفوها اضيفوها ما بغيتوش تضيفوها تستغناء عليها ماشي ضرورية وهذه هي الوجبة ديالنا انا قدمتها هنا بهاد الطريقة هذي بالنسبة لبروكولي ما تفوتوش طياب فيه ومباشرة بعد ما كيتسلق من الماء ساخل الماء بارد يكون متلج باش كيبقى محافظ على الشكل دياله وحتى على اللون دياله باش حلتها بشوية ديال الزبيدة مع مليحة وبزيرة ومع شوية ديال التوم كتبتها بزاف مع التومة وهكا زينت الطبق ديالي وبالنسبة لعصر حتى واكي يجيل ديد بالنسبة لها الطبق قدمتم مع شرائح ديال الدجاج غتي نخلي لكم الوصفة ان شاء الله في صندوق الوصف يعني الوصفة كاملة في صندوق الوصف هنا يبغيت نذكركم فقط أخواتي يعني هاد الوصفة هدي ممكن انكم تقدموها لوليدات ديالكم لانكم عارفين دابا كان حيرو اشنو ممكن نقدموا الوليدات ديالنا واحتى هاد الاقتراح ديال شرائح ديال الدجاج بالخضر اللي هو بالبصلة والفلفلة وبتتبيلة اللي هي زوينة ممكن انكم تستخدموا منه ان شاء الله والعصر مكيت اكسيتش كيبقى اليوم التاني كيبقى اللون ديالو وهدك المضاق ديالو كيبقى غزال نتمنى اخواتي الفيديو ديالي وما يكون الناس استحسانكم ما تبقلوش عليا بتشجيعات ديالكم وكيف قيت لكم يلا بغيت نكمل معاكم في هاد السلسلة وعجبكم الفكرة انني كيفاش كنجهز المطبخ ديالي اولا كيفاش كنصلاح المطبخ ديالي مرحبة والف مرحبة انا بنت الشعب وشي حاجة اللي هي بسيطة ودكش في المتناول ان شاء الله بقيت غدد قدقة سوف نشوف مع بعضياتنا الشكل نهائي سوف نشوف مع بعضياتنا النوع ديال الخشب اللي خدمت بيه والفرق في الاتبينة وكل شي اللي بغيته ان شاء الله لا تنسوني اش فاضلا متشجاعة ديالكم ولايكات ديالكم وخليوا لي الرأي ديالكم ان شاء الله في التعليق باش نشوفي لك الامر كيهمكم مرحبة والف مرحبة خليت لكم الراحة ولهنا نتلقى ان شاء الله في دياله